وخلينا اكلم حضراتكو في حتة ان الفارق بقى بيننا وبين المنافس نقطتين الفارق بيننا وبين المنافس خمس نقاط ما تحسبوهاش بالماتش لان في حاجة اسمها في حالة التساوي مواجهات مباشرة ولكن انا كلعيب دور ايه في الملعب ان انا احافظ على الفارق ده لحد اخر ماتش في الدور احافظ على الفارق الفرقتين لسه بدري مشوار بدري ممكن تلاقي نقاط جديدة او نقاط تانية ضاعت سواء هنا او هنا ولكن انا انا كلعيب النادي الاهلي لي رؤية تانية مختلفة تماما ان انا لازم احافظ على الفارق اللي انا فيه دلوقتي ده نقطتين وبعدين حتى في التساوي بنرجع للمواجهات المباشرة المواجهات المباشرة في صالح النادي الاهلي في صالح النادي الاهلي الماتش الاولاني النادي الاهلي كسبان خمسة تلاتة والخصم فرحان الماتش التاني النادي الاهلي اتهزم اتنين اتنين اتهزم اتنين اتنين والخصم فرحان بصوا الفارق فأنا وجهة نظري الفارق لازم يفضل كده لحد آخر الدور وحتى لو لقدر الله تسوينا ضيعنا لقدر الله النقطتين وبقى فيه تساوي نحافظ بقى على الماتشين اللي في إيدينا أنا باعتبرهم ثلاث نقاط برضو إن انت الموجات المباشرة في صالحة فانت مش الفارق نقطتين بس لازم تحط في واعتبارك الفارق خمس نقاط إن شاء الله فترة اللي جاية كلها بإذن الله كلنا كجماهير نادي الأهلي ورا فرقة النادي الأهلي كلنا اللعيبة بإذن الله تكون عند حسن الظن جاز الفني الجديد دي له فترة بس وبعدين نبقى إيه نشوف البصمات بتاعة الموديل الفني الجديد إن شاء الله فترة اللي جاية بإذن الله رب العالمين كل التوفيق للنادي الأهلي فتحي الفوز في جميع المبارات اللي جاية بإذن الله رب العالمين إن شاء الله النادي الأهلي يفوز بمسابة كاس مصر عشرين واحد وعشرين في المبارات النهائية بإذن الله اللي هتلعب يوم واحد وعشرين يوليا بإذن الله الفترة اللي جاية كلها إن شاء الله تكون فترة أهلوية حمرة بإذن الله رب العالمين نتمنى التوفيق للنادي الأهلي وكلنا كم جماهير نادي أهلي ورا فرقيتنا لحد آخر العمر إن شاء الله